نحن خلال السنوات الماضية كنا مربع عملية تحول جيو سياسية عملاقة على الصعيد الدولة وفي الشرق الأوسط كان أكثر تجل ووضوح بسبب التعقيدات التي شهدناها بعد 2011 مع الربيع العربي وتدعيات هذا الربيع العربي ولكن حتى على المستوى الدولي هناك تعملية تحول ضخمة لقد شهدنا انحدار التواجد الأمريكي في المنطقة عبر الانسحاب الجزئي بشكل أساسي أثناء حكم إدارة أوباما كما شهدنا أيضا انحدار التأثير الأوروبي أيضا في المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب تعقيدات أخرى مرت بها أوروبا وبسبب كل ما ذكر آنفا المنطقة نفسها شعرت بأنها يمكنها القيام بالأمور بنفسها ومنجة نظر هذا ما جرى بدءا من أمريكا اللاتينية حتى آسيا وأفريقيا وإلى ما إلى ذلك إذن المنصف هو ضعيف المركز الغربي الذي سيطر على المشهد العالمي لعقود هو أضعف من أي وقت مضى وهذه نقطة البداية الأمر الثاني الحدث الجيوسياسي الأهم هو ما جرى في العام 2011 مع ثورة الربيع العربي لقد كانت صدمة كبيرة للأنظمة الاستبدادية طويلة الأمد التي بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أنا لم نشهد في العالم العربي شيئا مشابها للربيع العربي أمر مذهل الطريقة التي تم القيام بها والطريقة التي شهدت العالم العربي ثورات ديمقراطية قام بها شباب بطريقة سلمية وفي نفس الوقت الأشخاص الذين لم يتبنوا إيدولوجيات معينة لكنهم كان لديهم قيم اشتركوا فيهم العالم كل لقد كانت لحظة رائعة لم أشهد مثلها في العالم العربي وأنا كنت أغطي هذه الأحداث من مقر إدارة الجزيرة وأكد لكم بأن العرب في ذلك الوقت كانوا في يعيشون لحظات ذهبية لقد كان الأمر رائعا ولا شيء يعيبه ولكن لسوء الحظ الربيع العربي حصلت في دول فقيرة مصر وتونس واليمن وسوريا وغيرها أما الدول الغنية على الطرف النقيد وهنا نتحدث عن مملكة العربية السعودية ودول الخليج لم تكن متحمسة بفكرة الربيع العربي ولهذا السبب شهدنا بنهاية العام 2012 أو 2011 أو 2012 بالتأكيد رأينا رعاية لثورات مضادة وهذه الدول قد أصبحت موقعا حيث استقرت شخصيات الرموز السابقة وبدأوا عبر الإعلام وعبر التدخلات السياسية بخلق ثورات مضادة في العالم العربي وهذا تم طبعا تجسيده بانقلاب عسكري في مصر في العام 2013 أفضت بأراء جنرال السيسي إلى الحكم في مصر وأيضا هناك أيضا عملية التحول في ليبيا ونعرف الجنرال حفتر تدعمه دول خليج وأيضا في تونس وضغوطات شديدة على الحكومة من أجل طلب من المسلمين على التخلي من الحكم وهذا ما جرى مع حزب النهضة الإسلامية الذي انسحب حقيقة من التشكيل الحكومي في ذلك الوقت وبالتأكيد هناك ضغوطات كبيرة في اليمن حيث هناك دينامية جديدة وبدأت الحرب الأهلية إذن بشكل أساسي ولسوء الحظ منذ العام 2013 رأينا انحدارا في موجة الربيع العربي وزيادة في الثورة المضادة وسلوك الثورة المضادة في الربيع العربي وهذا أدى إلى تداعيات كبيرة وإحدى الدول لم تكن متماشية مع هذا الفكر وهي دولة قطر بشكل أساسي لماذا قطر لم تكن متماشية مع هذا الفكر لأن قطر شهدت أثناء الربيع العربي فرصة لنظام إقليمي جديد يكون أكثر سلما ورأينا عبر الجزيرة بأن هناك مساهمين أساسيين في المفضاء والزمان العربي الذين خلقوا الربيع العربي الجزيرة كانت إحدى أهم الأدوات التي خلقت عقلية وفكر في العربيع العربي لا أستطيع أن أقول بأن الجزيرة كانت وراء الربيع العربي هذا غير حقيقي لقد صدمنا مثل غيرنا عندما حصل الربيع العربي أو وصل في 2011 لما نتوقعه ولم نقم بإحداثه لكن ما جرى هو بأن القيم التي وقفت إلى صفها الجزيرة منذ العام 1997 حتى العام 2011 خلقت عقلية جديدة وحرية التعبير ومفهومه خلقت فضاءا جديدا إذن إلى الآن ومنذ ذلك الوقت كان هناك حقيقة خصام بين المملكة العربية السعودية والإمارات من جانب أما قطر من جهة أخرى فالمملكة العربية السعودية دعمت الثورات المضادة وخصصت مليارات الدولارات إلى نظام السيسي ودعموا نظام حفتر في ليبيا وكان هناك أبيئة جديدة لأنهم لديهم المادة وستعن القيام بذلك لكن قطر لم تصرف مثل هذا القدر من المال لأنها لا تستطيع وساوات الدعم السعودي والإماراتي ولكنها أخذت موقفا لم تكن متحمسة للانقلاب في مصر ولا الوضع في ليبيا وبالرغم من أنهم شاركوا في التحالف في اليمن إلا أنهم شعروا بأن ما يجري في اليمن وحقيقة هو ليس الحل الصحيح لما أزمت اليمنية وبالتالي دولة قطر كانت على أجانب في كل هذه القضية وفي العام 2014 كان هناك أزمة كبيرة تم فيها سحب السفراء والإفتراء على قطر بأنها تدعم الإرهاب ولكن أنا أقول بأنه كان هناك فعلا إرهابيين في العالم العربي وطبعا هؤلاء هم الذين كانت تظن الحكومات بأنهم أي أشخاص لا يتماشن معهم فإذا أخواء المسلمون صنفوا إرهابيين وحتى مجموعات سياسية لم يكن لديها أي أيديولوجيات واضحة إلا أنها كانت تعارض الحكومة لسببهم أو آخر كان يمكن تصنيفه إرهابا إذن الإرهاب تم استخدامه من أجل واستخدام هذا المصطلح لوسمي أي من يعارض وبالتالي الاتفاق في العام 2014 بين المملكة العربية السعودية وقطر وطبعا الأزمة استمرت لثمانية أشهر ولكنها انتهت باتفاق كان على قطر من خلاله بشكل أو بآخر أن تصبح أكثر حماسة لدعم الثوار وقد أجبر وقد فرد على قطر إخراج تمانية من قيدات الإخوان وأن تصبح الجزيرة مجرد مؤسسة وطبعا هذا أمر لم تستطيع قطر قيام به لأن الجزيرة ولطالما كانت أكثر صوتا مستقلا وبالرغم من أن الجزيرة في العام 2014 حقيقة خففت أو كانت لم تكن تغطي على الأحداث في مصر وفي العلال السعودية والإمارات والأزمة الحالية كانت حقيقة من صنع 2013 ولكنها انفجرت بسبب جلالة الملك ترامب ترامب أتى إلى المنطقة وقد تم استقباله كالقيصري في المملكة العربية السعودية وهناك 55 رئيس دولة ومثلين لدول إسلامية استقبلوه بخطاب ألقاه لمدة 30 دقيقة والكل هلل له هو لم يرى شيئا مثل هذا في حياته كلها لقد قال أبدا بأنه لم يشهد هذا إنه أمر جنوني تخيلوا في حين أنه في وقت انتقت فيه في بلاده لقضايا مهمة في بلادنا يتم استقباله من قبل 55 رئيس دولة من أجل إلقاء خطيب ولم يكن هناك شيء مهم في هذا المتمر إلا الاستغاء إلى السيد ترامب وطبعا بفضل السعوديين الذين أعطوه فرصة مثالية ليلمع أمام الكاميرات الأمر الثاني عاد بـ 480 مليار دولار وهذا أمر عظيم جدا نحن نتحدث عن 480 مليارا نصف تريليون دولار بوعود استثمارية وصفقات سلاحة يشتريها السعوديين من الأمريكين إذن الرجل شعر بحماسة شديدة وإحدى الطلبات التي طلبت حقيقة هي إعطائهم الفرصة لإدارة المنطقة والسيد ترامب ويبدو ليب أن أعطهم دول أخضر وإدارة المنطقة بالنسبة لهم عنات وطبعا بعد أيام من مغادرة ترامب هو وضع خطر تحت الحصار ليس محاربة إيران وليس أن تصل إلى صفقة مع إسرائيل وإنما فقط أن تحاصر دولة قطر وبطريقة دراماتيكية لم نشهدها السابق قاموا بتلفيق أخبار سلبية عبر أن وكانت الأنباء القطرية والدعو بأن الأمير ألقى بيانا أمام الجيش قال به بأن إيران حليف صديق وأن حماسي الأفضل في العالم وأفكار غريبة جدا والأخبار تم تلفيقها من السعوديين والإماراتيين وطبعا تم قرصنة وكالة الأنباء وطبعا تم إثبات هذا من فرق فنية وأيضا مشاركة الإف بي آي وخلصت عشقات الأمريكية في هذا الأمر إذن وضعوا أخبار زائفة على وكالة الأنباء القطرية في منتصف الليل ومن ثم كل وكالات الأنباء في هذه الدول العربية بدأت بترويج هذه الأفكار بأن قطر تشن حربا علينا لأنها مناصر لحماس وإيران وبالتالي علينا أن نشن حربا عليهم وبالرغم أن قطر أنكرت هذه الأخبار وأن الأمير حقيقة لم يقولها أبدا ولكن الأمر كان ذريعة من أجل فرض الحصار الحالي على دولة قطر وقيام بما قاموا به ووضع دولة قطر على حصار برية وبحر وجو ومنعوا المواطنين القطريين من ممارسة أو زيارة الدول الخليجية ومنعوا حتى مواطنيهم من زيارة دولة قطر وأغلقوا مواقع وشاشات تلفزة وأي وكالة أنباء لا تتماشى معها طريقة قيامهم بالعمل وأصدروا قانونا يزجن الناس من خمسة إلى عشرة أعوام إذا قاموا بالتغريد أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحتى تطبيق الواتساب من أجل إطلاق أي بيان قد يبدو على أنه تعاطفا مع دولة قطر هذا أمر غير مسبوق لم نشد في حياتنا كله وخاصة الواتساب ولماذا أركض على الواتساب التويتر العلني أم الواتساب هو خاص ولكن قيل بأنه إذا أرسلت رسالة على الواتساب وأصل الحكومة فأنت سوف تساءل أمام القانون والآن هناك أكثر من 30 شخص الآن مزجنين بسبب هذا القانون إذن لقد رأينا أمرا لما نشهده في حياتنا أنا حقيقة وبشكل شخصي لم أرى مثل هذه البيئة في حياتي ولسوء الحظ أن الوضع الحالي كما لاحظتم قد أدى إلى وضع سعب جدا لأنه كان هناك تقويض لوضع المنطق نعم ترام قال لهم أنت عليكم أقوموا بما تريدون به ولكن هذه المنطقة هي ليست مكانا خاليا لتقوموا بما تريدون هناك هيمنات أخرى في المنطقة مثل إيران ومثل تركيا واللتيني لن تسمحا للسعودية من أجل إعادة سقل المنطقة بالطريقة التي يريدونها وهم لديهم مصالح أيضا ولهذا السبب الآن نشهد وكما رأيتم يوم الغد سوف أكون آخر يوم من المهلة الإضافية لتلتت عطر طلبا طلبت هذه الدول من دولة قطر وأنا بشكل شخصي لست متفائل بأن الأمر سوف يحل يوم الغد ولكنني مجددا نحن سوف نرى الكثير من الجدل خلال الأسبوع القادمة وربما الأشهر القادمة قلت بأن إحدى القضايا وراء هذه الأزمة هي إدارة المنطقة أظن بأن الربيع العربي وقبل الربيع العربي كان هناك قطب واحد يهاجم من أجل هيمن على المنطقة وكان هناك طبعا السعودية ومصر وربما قطر لعبت دورا مغايرا في ذلك الوقت ولكن عندما حصل الربيع العربي وبدأنا نرى حزابا سياسية فلنقول مثلا الأخوان المسلمين في مصر وفي تونس وفي تركيا كانت سعيدة وكانت سوريا في البدايات 2012 كانت هناك موجة قبية من الإسلاميين المعتدلين والمشاركين وحتى حصلت التوراة المضادة مع التدخل السعودية لكن الآن مصر هي تحت مظلة السعودية وإذن القوى المهيمنة في المنطقة تظن ربما بأنها تستطيع أن تبدأ بقطر والأخوان المسلمين سوّبني إذا كنت أخطأت ولكن هل تستطيع القيام بهذا الأمر؟ كما أيضا أن تركيا لديها هذا الملف من دعم الإخوان المسلمين وهو لن يسمح لهذا الأمر وربما ينتظرون اللحظة المناسبة إذن إلى أين سوف تصل هذه المعركة من الهيمنة؟ نحن لدينا نظام إقليمي جديد وعلينا أن نتذكر بأنه قبل العام 2011 كان هناك تحالفين رئيسين في المنطقة محورين رئيسيين تذكر قبل العام 2011 كان هناك ما يسمى بمحور وأضعه بين قوسين المعتدلين وهم المناصرين لحكومات الغربية وكانت هذه أجنوبية عربية السعودية ومصر والأردن والإمارات والبحرين فتذكر ذلك وهم ثم كان هناك محور آخر سمي الممانعة إذن محور ممانعة وطبعا هذه المصطلحات وقد ضمت إيران وتركيا والسوريا في ذلك الوقت كانت مناصرة لحماس وبشكل أساسي حماس وهذا المحور كانت تعتبر قطر جزء منه إذن في العام 2011 انهار المحورين محور المعتدلين انهار بأن مصر شهدت ثورة والأخوة المسلمين سيطروا على الحكم وانسحبوا من المحور أما محور الممانعة انهار لأن سوريا شهدت ثورة وأيضا انسحبت من المحور وجميع بدأي قاتل النظام السوري بمدالك تركيا وقطر وبالتالي لم يعود هناك أي محور منذ ذلك الوقت الآن أنا بدأت أرى المحورين يعودان يعوداني بالعمل لأنه للمرة الأولى أرى روابط أقوى وروابط أقوى من أي وقت ما بين إيران وتركيا منذ الوقت 2011 والآن الناس يتحدثون عن إعادة هيكلة المنطقة وبطريقة مختلفة وبالرغم أن تركيا وإيران يختلفان حول القضية السورية وكلاهما يرعياني ميليشيات متناموعة مقتقاتلة إلا أن المشاعر حتى أننا نتفق على سوريا وإلا أننا نتفق على قضايا أخرى مثل الدولة الكردية التي لا يجب أن يتم إنشاؤها وموضوع القضية الفلسطينية وأيضا موضوع قطر وموضوع الحرب السعودية في اليمن كل هذه الأمور تقريبا يمكن الاتفاق عليها إذن هناك نظرية جديدة تتجلى في المنطقة والتي تتفق على قضايا هنا لكي نقاش حولها ولكن دعونا نبدأ ونتصرف على ما نتفق عليه وهذه طبعا مشاعر جديدة في المنطقة ولان إذا وضعنا تركيا والعراق العراق سويا وطبعا هذا باب كبير جدا وطبعا الأمر أكبر تركيا وإيران الذين يملكان أكبر جوش في المنطقة والذين أكبر نفوذ في المنطقة وأيضا حتى فيما تعلق بالقوى الناعمة إيران والمجتمعات الشيعية الموجودة في دول الخليج في اليمن وفي العراق وفي سوريا وتركيا أيضا بشكل القوى السنية التي دعمت فيها المجموعات السنية والمجموعات في المنطقة الآن من وجهات النظري وحتى نرى الموقف الأمريكي لماذا الأمريكيين أبقوا الصمت في اليومين وحتى ترامب أوقض الحركة السعودية ضد قطر ولكن ظهرت تيلرسون بعد يوم وقالب أن الفكرة ليست جيدة وطبعا بسببه طبعا عدم مناسبة الأمر الدينامية المنطقة وطبعا هل شعر الأمريكيين بعدم الراحة عندما اجتمع الأتراك والإيرانيين طبعا هذه المنطقة تراها الأمريكي احتكارا لها أو حكرا لها وحكرا على السياسات الخارجية الآن هم أجبروا على قوتين إقليميتين للتحرك سويا وهذا أمر مرعب بالنسبة للأمريكيين إذن فورا تدخلوا من أجل تهديئات الأمور أنا أحاجد بأن الخطة كانت أصلا بأن يكون هناك تدخل عسكري في قطر في اليومين الأولين والأمريكان قد أوقفوا هذا لماذا؟ لأنهم قد رأوا التصعيد من الأتراك والإيرانيين وخاصة الأتراك الأتراك الذين هارعوا لعقد جلسة برلمانية في العاشرة مساء في ذلك الوقت وأعلنوا وموافق على إرسال القوات إلى تركيا وخلال ساعات بدأت القوات التركية البصول إلى قطر إذن هذا عناب أن يكونوا إذن سيكون هناك حرب أقليمية إذا ما سمحا للسعودية والقوات الإماراتية بإرسال قواتهم ولهذا السبب منعت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ووقفت عبر وقف أي تصعيد عسكري أو تغيير النظام في قطر السؤال المتعلق بإيران وتركيا واتفاقهما ورأينا في سنوات الماضية ارتفاع وانتفاض وصلوا إلى شفير الحرب ومن ثم اتفاق على أرضيات مستركة أظن بأن إيراني سيكون الممكن لترى ما يحدث لدينا قوات أمريكية الآن تقاتل جنبا إلى جنب مع الميليشيات الإيرانية في العراق ضد مصالح طبعا تركيا ونحن سعيدين بهذا الأمر لأن القول المدن بدأت تتحرر من تنظيم الدولة المزعوم ورأينا ما جرى في الفلوجة وفي الرمادي رأينا واقع هذا التحرير الذي هو حقيقة طائفي من ميليشيات مدعومة من إيران دمروا المساجد وهذا خلق بدور داعشا جديدا أو حتى أنظمة معاكسة في العراق هل يمكن استقرار إعادة استقرار إلى العراق إذا ما اتفق الأمريكان والإيران كما جرى الأمر من بداية الاحتلال لكن هل ستقبل تركيا أن تخرج العراق أو سوريا من زمام سيطرتها دعني أقول لك الأمر هذا رأيي الشخصي وهو مباشر جدا أظن بأن الأمريكيين في هذه المرحلة لا يكترثون كثيرا بنا في هذه المنطقة والسبب بكل بساطة بأن الأمريكان يرتكبوا خطر فضيعا في السنوات الماضية في العراق وفي سوريا وقد قاموا بدعم ليس عملية تحول حقيقية لشيء قد يكون ناجعا على سبيل المثال في حالة السورية لقد قاموا بشكل أساسي أثناء إدارة أوباما بدعم الثورة وقالوا بأن بشار لا يجب أن يستمر ولكننا لم نرى أي إجراءات ولكن على العكس من هذا رأيناهم يقاتلون ضد تزويد التوار بالسلاح لم يكن إليك موثوقية خول خطابهم في سوريا وتذكرون الخطوط الحمراء لأوباما في السلاح الكيماوي لم يتم تعامل معه بشكل جيد ولكن عندما أتى ترامب هو أيضا قام بنفس الشيء في البداية قال بأن سوريا ليست مهمة بالنسبة لأننا نقاتل إرهاب وحتى لو أتى الإرهاب من المريخ سوف نتصدى له طبعا الإرهاب هو نتاج إنعدام الديمقراطية وسبب فسادي الأنظمة القائمة وعندما هاجم سوريا بسبب الأسلحة الكيموية قام بهذا بطريقة استعراضية لم تقل لدى أي ناكسات على الأرض أو قدم سياسات حقيقية قد تغير مواطن أسوأ في سوريا بالإضافة إلى كل هذا لقد فقدوا احترام تركيا ببساطة لأنهم بدأوا بدعم ميليشيات لديها عمليات عسكرية في تركيا مثل حركة حزب العمال وغيرها من المجموعات المصنفة الإرهابية من تركيا إذن تركيا لا تشعر بالاطمئنان من التدخل الأمريكي في سوريا وبالعراق بالعودة إلى إيران إيران لا ترى التدخل الأمريكي في العراق فكرة جدابة نعم إنه جيد الآن التخلص من تنظيم الدولة من الموسل ولكن كل يوم يقول ترام بأنه يقول بأنه سوف يلغل اتفاقية ما بين إيران وأوباما فإذن أنت تجلب جنودك على حدودي وتقوم بحرب تظن أن سأكون سعيدة وانت تدخل بإلغاء الاتفاقي إذن ما الذي يجري في المنطقة هناك قسران لتركيا والإيران وهناك أطلاق عنان لسعودية بدون أجندة واضحة لإدارة المنطقة إذن الأمريكان يخلقون فوضى في الشرق الأوسط من وجهة نظري وبسبب هذا الوقت الناس بدأوا يعجبهم أو تتقبلون جاذبية اتفاق إقليمي إذن تركيا والإيران ليست لأن تركيا تحب إيران وإيران تحب تركيا والتاريخ يثبت بأنهم خصوم ولكن ما الذي يمكن القيام به في حقبة وعصر ترامب هو على سدة رئاسة الإدارة الأمريكية وبوتن نراه يستغل القرصة ويقفز عليها ويملأ الفجوة في سوريا وحتى أنه يبدأ بالتحدث عن العراق إذن كيف يمكن التعامل مع هذه الواقع إنها منطقة مفتوحة للاستغلال إذن يجب أن يكون هناك سيطرة على إقليمنا وهناك دولتين لديهم الكثير مما يخسراني وهناك أعني بالتركيا وإيران إذا لم يبدأني بالاتفاق على كيفية تهديئة المنطقة وإنجاز الأمور عوضا عن انتظار الأمريكاني أو الروس ليخرجوا بحل